موسيقى رغم العقوبات الغربية المتلاحقة الرئيس الروسي يقول إن بلاده لا يمكن عسلها العفو الدولية تكشف عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في السجون الإيرانية وتقول إنها تحولت إلى غرف انتظار للموت وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن جاهزة جيشه للتصعيد على جميع الساحات بما في ذلك قطاع غزة ولبنان أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الساعة المفصلة وصف الرئيس الروسي فلاديمير كوتين القوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا بالشجاعة معتبرا أن موسكو لم يكن لديها خيار آخر سوى شن عملية عسكرية لحماية روسيا عبر الاشتباك مع القوات التي وصفها بالمعادية لروسيا في أوكرانيا بوسين جزم أن تتحقق عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا بما وصفه بأهدافها النبيلة مشيرا إلى أن روسيا لا تخطط للإنعزال عن العالم كما لا يمكن للعالم عزلها وفق تعبيره الرئيس الروسي قال إن العملية العسكرية في أوكرانيا تهدف لحماية روسيا متعهدا بأن لا تسمح روسيا بما قال إنه إبادات في إقليم دونباس الأوكراني الإنفصالي الرئيس الأوكراني فلوديمير زلنسكي قال إن الروس لا يريدون وقف هجومهم على ماريوبل مؤكدا وقوع عشرات الآلاف من القتلى في المدينة تم تدمير مدينة ماريوبل بالكامل هناك عشرة الآلاف من القتلى ولكن مع ذلك فإن الروس لا يوقفون هجومهم هم يريدون أن يجعلوا ماريوبل مثالا إن توفير الأسلحة اللازمة لأوكرانيا لا يعني فقط إنقاذ أرواح شعبنا وليس فقط برحن الفرصة لتحرير مدننا ولا سيما ماريوبل التي طالت معانتها ولكن هي أيضا إنقاذ الدول الأخرى من العدوان الروسي ليس هناك أمل في أن توقف روسيا أفعلها تلك لا أمل في أن يسود العقل والحكمة مدامت هناك قيادة روسية لا ترفض ببساطة استمرار هذه الحرب يمكن فقط إجبر روسيا على القيام بذلك من موسكو ينضم إلينا المحلل السياسي الروسي يفغيني سيدروف أهلا بك معنا سيد يفغيني بداية ما هي أدوات الدفاع التي تعتمد عليها موسكو لضحض الاتهامات الموجهة إليها من جانب الغرب حول جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا وأيضا حول استخدام الكيموي في ماريوبل تحية لك والإستاذ المشاهدين بحوصة موسكو العديد من الدلائل التي تشير إلى أن هناك مواد مفبرقة تروج لها الوكالات الغربية لسيما فيما يتعلق بحادثة بوتشا ثم الانفجار في محطة سكك حديدية بمدينة كراماتورسك وكذلك مزاعم يجري الترويج لها حول استخدام أسلحة كيميائية في مدينة ماريوبل أو نواء نية هذا الاستخدام الذي عبر عنه بعض المسؤولين روسيا لا توافق بشكل مطلق على مثل هذه الاتهامات سواء من خلال الأمم المتحدة أو عبر قنوات أخرى روسيا تصرح بأن لديها مواد ولديها دلائل كثيرة يمكن أن تكون مبررات لكون كل ما يقال عبارة عن مواد مفبرقة وبالتالي روسيا تريد أن تبين للجميع لسيما طبعا لدول الغربية بأنها لا تستعدف إلا المنشآت العسكرية وفقا للهدف الذي تراحه أمام القوات المسلحة الروسية الرئيس الروسي ملاديمير بوتين الذي قال إن المهمة الرئيسية أو إحدى المهمتين الرئيسيتين تكمن في تدمير البنية التحتية العسكرية للقوات الأوكرانية دون الحق ضرر بالمدنيين ولا بالمنشآت المدنية نعم طيب إذا تحدثنا أيضا عن التصريحات الروسية الأخيرة على لسان الرئيس بوتين بأنه لا يمكن عزل روسيا وروسيا لا تريد أن تنعزل عن العالم ما الذي يمكن أن تعتمد عليه موسكو بعد كل هذه حزمة العقوبات التي فرضت عليها من الغرب أن لا تنعزل اقتصاديا عن العالم ماذا نفهم من هذا التصريح سيد أفغيني طبعا في هذا التصريح من شأنه أن يؤكد مرة أخرى أو يستعرض للعالم بأن روسيا يمكنها أن تستغني عن الدول الغربية لسيما المتشددة منها تجاه روسيا ويمكن أن تستغني عن كل هذه الاتهامات وما يترطب عليها من عقوبات وهي بلا شك تقع عبءا ثقيلا على الاقتصاد الروسي الأمر الذي اعترف به رئيس الوزراء الروسي ميخايل ميشوستين في كلماته التي ألقى بها مؤخرا في أحد الاجتماعات فهو يعترف بأنه بالفعل هناك تأثير سلبي جدا لهذه العقوبات ولكن لدى الحكومة خطة واضحة تماما يجري الإعداد لها للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها العقوبات ويبدو أن أحد الحلول الممكنة لحل هذه المشكلة ربما يتمثل في تقوية التعاون مع ما يسمى بشركاء القدامة لروسيا ومنها الصين بطبيعة الحال والهند لدرجة معينة وبطبيعة الحال محاولات إيجاد شركاء جدد لروسيا يمكن الاعتماد عليهم في المستقبل القريبة للخروج من هذه الأزمة نعم طيب سيد يفجيني هناك من ربط بعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني بالحرب الروسية الأوكرانية بمعنى الاستغناء عن الغاز الروسي مقابل الحصول على الغاز الإيراني إلى أي مدى قد يكون ذلك فعلا صحيح وأخذته بعين الاعتبار موسكو وقد يكون ورقة ضغط أيضا في موقفها كونها من العناصر الفاعلة في مباحثات فيينا هو لدرجة معينة بطبيعة الحال يعني هناك صحة مثل هذه التوقعات ولكن ليس بشكل كامل لا أعتقد بأن الغاز الإيراني يمكن أن يصبح بديلا كاملا للغاز الروسي في ظل الاعتماد الحالي لمعظم الدول الأوروبية على الغاز الطبيعي الروسي ورغم المحاولات الخاصة بإيجاد بدائل سواء الغاز من إيران أو الغاز القطري أو حتى الغاز المسال من الولايات المتحدة لا يمكن أن نتوقع خلال وقت قريب جدا أن كل هذه المحاولات سوف تكون ناجحة لسيما في المستقبل القريب ولا يمكن أن نتوقع أنها تستطيع أن تصحح الفراغ الذي يمكن أن يتركه نقص الغاز الروسي في الدول التي تعدت على اجترادها من روسيا نعم متى ممكن أن تعلن موسكو عن تحقيق أهدافها من العملية العسكرية في أوكرانيا حتى لا تدخل في منزلق حرب الاستنزاف التي تحدثت عنها واشنطن روسيا بطبيعة الحال لا تريد أن تدخل في مرحلة حرب الاستنزاف ولا تريد أن تغرق في هذا المستنقى كما يتمنى ذلك بعض المسؤولين الأمريكيين والذين سبق وانتمنوا لروسيا أن تغرق في المستنقى السوري أو كما كان سابقا في أفغانستان وإلى آخره وبطبيعة الحال تركيز روسيا على تحرير منطقة دونباس وفقا وتوسيع هذه المنطقة وفقا لحدودها الإدارية علما بأن الانفصاليين سيطروا قبل العملية على مجرد سلس هذه المنطقة لشك أن تنفيذ هذه المهمة ربما سيماهد لتصوية السياسية وللاتفاقية التي يمكن إعدادها من خلال المفاوضات التي تنوي روسيا استمرارها مع الجانب الأوكراني شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات من موسك والمحلل السياسي الروسي يفغيني سيدروف شكرا جزيلا قال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي إن هناك تقارير تتحدث عن استخدام روسيا الأسلحة الكيموية في أوكرانيا مشيرا إلى أن لندن لم تتأكد بعد من حقيقة تلك التقارير نعلم أن هناك تقارير عن استخدام أسلحة كيموية لم نتمكن من التحقق من هذه التقارير بأنفسنا وفي الواقع فإن الحكومة الأوكرانية لا تشير فقط إلى وجود تقارير لم نتمكن بعد من تأكيد أنه تم استخدامها وشدد وزير القوات المسلحة البريطانية على أنه في حال ثبت استخدام روسيا للأسلحة الكيموية في أوكرانيا فستتم محاسبة الفاعلين هذه أسلحة مروعة حتى بمجرد التفكير في استخدامها كان جميع واضحا أن هناك أسلحة لا ينبغي استخدامها وإذا تم استخدامها فسيتم محاسبة الفاعلين ثم يجب أن يعلم الرئيس الروسي أن جميع الخيارات الممكنة مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بكيفية رد الغرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي اعتبر بدوره أن روسيا تستخدم أسلحة كيموية في مدينة ماريوب للأوكرانية أو أن هذا الاستخدام مقلق للغاية لافتا أن تلك التقارير تعكس مخاوف بلاده بشأن إمكانية استخدام روسيا للغاز المسيل للدموع الممزوج بمواد كيموية من جانبه قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أن الحكومة اليابانية تشعر بقلق من احتمال استخدام أسلحة نووية في الأزمة الأوكرانية على صعيد التطورات على الأرض توقعت وزارة الدفاع البريطانية في تقرير لها أن يشتد القتال في أشرق أوكرانيا خلال الأسبوعين أو الأسبوع الثلاثة المقبلة مع مواصلة روسيا تحويل تركيز جهودها إلى هناك وأضاف التقرير أن الهجمات الروسية لا تزال تركز على المواقع الأوكرانية القريبة من دونيسك ولوغانسك مع حدوث مزيد من القتال حول خيرسون وميكولايف وتجدد التحرك نحو كراماتورسك كما أشار التقرير إلى أن القوات الروسية تتواصل الانسحاب من روسيا البيضاء من أجل إعادة الانتشار لدعم العمليات شرق أوكرانيا في الجانب الإيراني كشفت منظمة العفو الدولية عن وفيات أثناء الاحتجاز في السجون الإيرانية نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية حيث قضى 92 رجلاً وأربع نساء أثناء الاحتجاز في 30 سجناً في 18 محافظة إيرانية منذ يناير 2010 مشيرة إلى أن التجاهل المروع للسلطة الإيرانية للحياة البشرية حول السجون إلى غرفة انتظار للموت وأوضحت المنظمة أن مسؤولي السجون الإيرانية يرتكبون انتهاكات مروعة بحرمان السجناء المرضى من الرعاية الصحية المنظمة قالت أن السلطات ترفض التحقيق وضمان المساءل عن حالة الوفاة غير القانونية أثناء الاحتجاز ووثقت كيف تتسبب سلطات السجن بشكل روتيني في وقوع الوفاية أثناء الاحتجاز ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة لجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران هتف متقاعدون إيرانيون الموت للظالم احتجاجا على إهمال السلطات لمشاكلهم وعدم محاربة الفساد وظروف المعيشية السيئة اللعنة هذه الساعة مستمرة وفيها بعد الفاصل محادثات ليبيا في القاهرة تضم 24 عضوا من مجلسي النواب والدولة في مدرية حريب رئيس جو بايدن يدرس إعادة إدراج الحوثيين على قايمة الإرهاب مليشيات الحوثية مكسرة والوية العمالقة في تقدم هذه أثار مدفعية مليشية الحوثية التي تحاول استهداف قوات الجيش الوطني تنسي الآن أنوية العمالقة الجنوبية لملاحقة المليشيات الفر اعتداءات الحوثية مستمرة ادعاءات الحوثية بخصوص استهداف سجن في صادر إلى ماذا ترمي من خلال كل هذا الترويج بهذه الأكاذين نحن أمام جريمة متراكمة من قبل مليشية الحوثية تقدم عقبة ملعا ما هو هميته؟ هناك خسائر متتالية وتراجل مستمر في المليشية الحوثية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد قالت مصادر الحدث إن اجتماع القاهرة اليوم يضم 24 عضوا من مجلسي النواب والدولة الليبيين بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفني وليامز المصادر أضافت أن اللقاءات بين الأطراف الليبية تهدف لتقريب وجهات النظر والعمل على وضع خطة تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة بالإضافة إلى إرساء دستور شامل وكامل في البلاد وبحسب المصادر فإن بعض الأطراف في المحادثات تريد فتح ملف عبد الحميد الدبيبة وضرورة تسليم مهامه للحكومة الجديدة أدى شحباز شريف رئيس الأغلبية النيابية اليمين الدستورية كرئيس وزراء باكستان الثالث والعشرين وانتخب البرلمان الباكستاني شحباز شريف رئيس حزب الرابطة الإسلامية ومرشح المعارضة السابقة بأغلبية 174 صوتاً من أصل 342 صوتاً البرلمان الباكستاني ينتخب شحباز شريف رئيساً جديداً للأغلبية النيابية شحباز وفي أول خطاب له كرئيس وزراء بعث رسائل للخارج برغبة إسلامباد تعزيز علاقاتها مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها السعودية ودول الخليج والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كما للداخل بدعم الطبقة الفقيرة وإعلان رفضه سياسة الانتقام والتحقيق في الاتهامات بوجود مؤامرة نريد أن تظهر الحقيقة سوف أدعو إلى اجتماع مغلق للجنة الشؤون الأمنية بحضور قائد الجيش والمخابرات والسفير المعنية لبحث مزاعم وجود مؤامرة أجنبية وإن ثبت أي صلة للمعارضة بالمؤامرة المزعومة فسوف أستقيل حزب الإنصاف بزعامة عمران خان قرر الانسحاب من جلسة البرلمان كما قدم نوابه استقالات جماعية احتجاجا على ما اعتبروها مؤامرة خارجية للإطاحة بالحكومة السابقة ورفضا لحكومة شهباس شريف المقبلة إن اختيار أو انتخاب شخص ضده قضايا فساد بمليارات الربيعات هو أكبر إهانة للبرلمان آراء الشارع الباكستاني تباينت بين مؤيد ومعارض لتغيير الحكومة هناك فرق واضح بينما أنجزه عمران خان خلال ثلاث سنوات وما قامت به هذه الحزاب خلال أربعين عاما لا سيما قطاعي صحة والتعليم للأسف لم تتمكن حكومة عمران خان من الوفاء بوعودها ندعو الله أن تتخذ الحكومة الجديدة قرارات في مصلحة البلاد والقضاء على الفقر والبطالة شهباس شريف أدى اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس الشيوخ وبحضور قادة القوات المسلحة فيما تنتظره تحديات عدة لعل من أبرزها الحفاظ على تماسك الأغلبية النيابية والمصالحة الوطنية والملفان الاقتصادي والأمني انتخاب شهباس شريف رئيسا جديدا لمزراء باكستان لا يعني بالضرورة انتهاء الأزمة السياسية بل قد يزيدها تعقيدا برأي مراقبين في ظل إصرار إمران خان على نقل المعركة السياسية إلى الشارع وعدم الاعتراف بأي حكومة تشكلها المعارضة السابقة عبد الرحمن مزيني الحدث إسلام أباد رغم التصريحات التركية المتتالية بقرب فتح صفحة جديدة في العلاقات مع مصر وتأكيد وزير الخارجية التركي مولو جاويش أوغلو أن بلاده ستقدم قريبا على خطوات بخصوص تطبيع العلاقات مع القاهرة ما زالت جماعة الإخوان تمارس أنشطتها الغامضة على الأراضي التركية فقد كشفت معلومة حصلت عليها الحدث نت أن الإخوان يعتقدون أو يعقدون دورات تدريبية على فنون الاستخبارات لعناصرها المقيمين في تركيا في أكاديمية تسمى العلاقات الدولية ويشرف عليها القيادي الإخواني عصام عبد الشافي حيث حصلت الأكاديمية على رخصة رسمية لتأسيسها في 22 مارس الماضي من وزارة الثقافة التركية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر على ما يبدو أن أنقر لا ترتاح في تعاملها مع القاهرة إلا في ظل علاقات متوترة وهذا ما يشي بأنها لا تريد فتح صفحة جديدة ليس أدل على تصرف على ذلك من صرف تركيا أنظارها عن أنشطة جماعة الإخوان الغامضة على أراضيها متناقضة تماما مع تعهداتها وبات الإخوان يتحركون في أفق محدود أو محدد ومدروس من ذلك تنظيم دورات تدريبية على فنون الاستخبارات لأتباعهم وكشفت معلومات جديدة أن عناصر الإخوان في تركيا يجرون دورات أكاديمية في أكاديمية تسمى العلاقات الدولية الأكاديمية التي يشرف عليها القيادية الإخوانية عصام عبد الشافي حصلت على رخصة رسمية لتأسيسها في الثاني والعشرين من مارس الماضي من وزارة الثقافة التركية وتختص الأكاديمية بتعليم شباب الإخوان أمن المعلومات والجماعات والأمن السبراني واختراق الهواتف والحواسب الآلية والبيانات الشخصية هذه الدورات في مجال الأمن السبراني في الغالب تتوج في النهاية بدبلوم معتمد رسميا من جامعة اسطنبول وجامعات ميديوبول تهدف الدورة التي تبلغ مدتها مئة ساعة إلى التدريب على وسائل حماية الفضاء الإلكتروني من الثغرات المنتشرة والتهديدات عبر الفيروسات أو الاختراقات زيادة على تعليم شباب الإخوان على إيجادة أمن تكنولوجيا المعلومات ومنهجيات القرصنة والتشفير وطرق اختراق الأنظمة والشبكات والبرامج الضارة كما تتضمن الدورة التدريب على أبرز عمليات الاختراق في الشبكات اللاسلكية وتطبيقات الجوالات الذكية وكذلك أسليب استعادة البيانات وتشمل الدورة كذلك معرفة القدرات السبرانية للقوة الكبرى مثل روسيا والولايات المتحدة والصين وقدرات دول إقليمية مثل إيران وإسرائيل سنتاقش هذا الموضوع معي ضيفي من القاهرة الباحثة في شؤون الجماعات المسلحة مونير أديب أهلا بك معنا سيد مونير سيد مونير يعني ليست المرة الأولى التي تعلن فيها تركيا من جانبها تطبيع العلاقات مع القاهرة كيف تقرأ هذه الإعلان المتكرر بين حين وآخر في ظل العمل أو النشاط الإخواني الذي وصف بأنه غامض على الأراضي التركية نعم أهلا وسهلا بك يا سيدة هاني وبكل مشاهدي الحدث لا شك أن تركيا كانت ومدالت وأعتقد أنها سوف تظل داعم أساسي ورئيسي لمشروع تنظمات الإسلام السياسي في المنطقة رغم التقارب التركي العربي والخليجي إلا أن تركيا مدالت داعمة لكل قادة التنظمات الدينية موجودون على أراضيها وربما يمارسون عمليات التحريض صحيح تركيا قامت بإغلاق بعض المنصات التي كان يخرج من خلالها أو عليها هؤلاء المتطرفون ولكن هذا لم يمنع أن هؤلاء مدالوا موجودون على الأراضي التركية ومن قالت لهم تركيا عليكم أن تخرجوا من تركيا إلى مكان آخر قامت بتوفير بداء العمل واستثمارات لهم ربما خارج الأراضي التركية ونحن رصدنا هؤلاء المجموعات التي خرجت من تركيا إلى إفريقيا على سبيل المثال فيما يتعلق بالأكاديمية التي نتحدث عنها هذه الأكاديمية هي تعمل منذ العام 2017 وللمفارقة العجيبة والغريبة أنها تعمل بدعم إيراني إذن عصام عبد الشافي الذي يتولى ويرأس مجلس إدارة هذه الأكاديمية هو يتعامل بدعم إيراني أموال إيرانية وهذا ربما يفسر العلاقة ما بين تركيا وإيران من جانب وما بين إيران وكل تنظيمات العنف والتطرف الموجودة بما فيها الإخوان على سبيل المثال وأعتقد أن عصام عبد الشافي لا تفضل كم من فكرتك وأعتقد أن عصام عبد الشافي مثله مثل العديد من قادة العنف الذين خرجوا من مصر إلى تركيا ويتلقون دعما من إيران وأعتقد أن طارق الظمر أحد الذين شاركوا في اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات هو يتلقى دعما لمركد هو يرأسه في تركيا دعما إيرانيا إذن إيران تقدم هذا الدعم لهؤلاء القادة وهي تعمل على فكرة ما يمكن أن نسميه بتنمية الحس الأمني أو تموية هؤلاء الذين يعملون داخل هذه التنظيمات حتى لا يقعوا في يد أجهزة الأمن سواء المصرية أو العربية أو الخالجية خاصة وأن هؤلاء يحرضون على استخدام العنف ضد بلدانهم طيب يعني ممكن ننظر للأمور من زاوية أخرى البعض قد يقول بأنه لماذا فقط تندرج هذه الأكاديمية لتدريب شباب الإخوان لماذا لا تكون أكاديمية متخصصة في تطوير القدرات الأمن السبراني وتعليم القدرات الأمنية والاستخباراتية لأشخاص غير جماعة الإخوان المسلمين يعني أولا هذه الأكاديمية كما ذكرت في بداية مدخلتي أخذت ترخيصا من تركيا وهي تعمل وفق الأموال التي يتم ضخها من إيران أي يتم دعم أنشطة هذه الأكاديمية من إيران وبالتالي الأنشطة التي تقوم بها هذه الأكاديمية أو الدورات التي تعقيدها وفق خطة مسبقة يتم الاتفاق عليها ما بين القائمين على هذه الأكاديمية ومن يمولون هذه الأكاديمية وإيران بطبيعة الحال تريد دعم هذه التنظيمات لأنها تستخدمها وربما في أهدافها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا ترى أن هذه الأهداف هي أيضا تدخل ضمن الأهداف التي تسعى تركيا إلى دعمها في المنطقة العربية طيب سيد مونير إذا كانت مصر لديها جهاز استخباراتي قوي لماذا تخشى إذن من تدريب عناصر الإخوان المسلمين استخباراتيين ما الذي ممكن أن يفكر به هؤلاء لزعزعة أمن مصر يعني أولا جهاز الاستخبارات في مصر هو لا يخشى من هؤلاء المتطرفون هو التفوق عليهم بصورة كبيرة وأعتقد أن المشهد الحالي الآن يؤكد تفوق أجهزة الأمن على هؤلاء المتطرفون والوصول إلى معلومات لا علاقة بطبيعة حركة هؤلاء المتطرفون بل هؤلاء المتطرفون يريدون تمويه أجهزة الأمن عموما ويأخذون دورات لا علاقة بالحس الأمن لا علاقة بالأمن السبراني لا علاقة بفكرة التخفي ولكن يبقى في النهاية أن أجهزة الأمن أقول العربية والمصرية على وجه الخصوص لديها القدرة الفاعلة على الوصول إلى أي أهداف مهما كانت هذه الأهداف في أقاصي العالم طالما أنها تهدد الأمن المصري ولذلك هؤلاء تحت عين وبصر أجهزة الأمن المصرية وهم موجودون حتى داخل إسطنبول نعم طيب سيد مونير سؤال أخير يعني مصر كان كثير عليها ملاحظات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا من الدول الأوروبية حول ملف حقوق الإنسان في مصر كيف يمكن أن ترد مصر على إساءة استخدام هذا الملف أو على ما يبدو بأن لديها كثير من النقاط حول هذا الملف كيف يمكن أن تتفادى أن تستخدمه تركيا ضدها في حال لم تطبع العلاقات بين البلدين يعني يبقى في النهاية أن استخدام ملف حقوق الإنسان هو استخدام مسيس ليس فقط ضد الدولة المصرية وإنما ضد الدول العربية وكل بل أغلب منظمات حقوق الإنسان الموجودة في المنطقة العربية تتلقى دعما وتمويلا سواء أمريكيا أو حتى أوروبيا ومن ثم هؤلاء الذين يمولون هذه المنظمات الحقوقية هم الذين يحددون التقارير التي تخرج عن هذه المنظمات ومن سمى ما يكتب في هذه التقارير وبالتالي إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تشويه دولة ما أشارت بإصبع يدها إلى هذه المنظمات التي تعمل لصالحها لكتابة تقارير تحض على الدولة التي تتواجد فيها وتذكر أن هناك اضطهاد لحقوق الإنسان وعلى أساسه تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على هذه الدولة وبالتالي فكرة حقوق الإنسان في مصر هي فكرة مستقرة مصر تعمل على محاور متعددة وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن تضغط على الدولة المصرية وتشويها في هذه المساحة وأعتقد أنها فشلت وإسطنبول نفسها فشلت منذ العام 2013 حتى هذه اللحظة شكرا جزيلا لك على هذه الإضاحات من القاهرة الباحث في شؤون الجماعات المسلحة مونير عديب شكرا لك مشاهدين بالعودة إلى الملف الليبي معي من القاهرة المحلل السياسي الليبي إبراهيم بالقاسم أهلا بك معنا سيد إبراهيم كنا تحدثنا في الملف الليبي المصادر تحدثت أن اجتماع القاهرة يضم 24 نائبا أو عضو من مجلس النواب والدولة الليبيين بحضور المستشارة الخاصة للأمينة العام ستيفاني ويليامز في القاهرة ما أهمية هذا اللقاء وماذا ممكن أن ينتج عنه؟ أنا بك سيد تاني الحقيقة أنه الاجتماع لن يكون 24 بذقة يعني هذا العدد أعتقد أن هناك بعض الأعضاء من مجلس الدولة لن يستطيع الالتحاق هناك بين مريضه وبين من هو لا يستطيع الوصول إلى لم يكن له القدرة للوصول إلى ترابلس سيكون العدد أقل من الرقم المقدر لكن هي جوة جديدة تحاول استيفاني ويليامز الآن أعتذر منك أستاذ إبراهيم يعني أنت تأخرت معنا على اللقاء والآن في كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لابد أن نذهب إليها تقديم ساحة ومنصة لإجراء هذه المحادثات نقشنا اليوم كل مجالات التعاون بين البلدين وقيادة بيلاروس سوف تزور ووفد البلاروس سوف يزور فلاديم باستوك وكذلك سوف نزور المراكز الثقافية وكذلك إنجازات فلاديم باستوك في الجوانب الاقتصادية والمالية وغيرها وأعتقد بأن هذه الزيارة ستكون ممتعة بالنسبة لنظيري وأشكركم على حسن الاهتمام رفيق بوتين المحترم السادة والسيدات قبل كل شيء بود أن أشكر رئيس روسيا فلاديمير بوتين على حسن الضيافة واستقبال على هذه الأرض وهذه الزيارة تطير انتباعات رائعة جداً في هذه المنطقة الفريدة من نوعها وكانت بنسبة لي نسبة معينة من رومانسية ولأول مرة نحضر ميدان إطلاق صواريخ الفضاء مما زاد انتباعات جميع الأعضاء لوفدنا وهذا المشروع لا مثيل له في العالم موضوع غزو الفضاء العلمي موضوعنا المشترك وفي وقت الاتحاد السوبيتي جرت مساهمة كبيرة في هذا المجال ونحن وصلنا في تطوير علم غزو الفضاء وأنجزنا منجزات جديدة في هذا الموضوع ونعتزو بمنجزاتنا ونجاحاتنا في هذا المجال هناك تطوير بحث الكرة الأرضية عن بعد والاتصالات بوسطة الأقمار الاصطناعية وقد حان الوقت لفتح طريق جديد لرواد الفضاء البلوروسيين وأشكر الرفيق الرئيس على دعمه لهذه المبادرة الجديدة والمشاركة في إعداد أثقم من رواد الفضاء وتنويل هذه العملية وكذلك نقشنا المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية والأوداع العالمية هناك مرحلة جديدة لما تسبق في علاقاتنا مع الغرب وشددت في المحادثة مع الرئيس الروسي على إذا كانت هذه العملية العسكرية مؤجلة حتى لنسبة بسيطة كان الجانب الأوكراني مستعد للحق ضربة شديدة جدا ضربة صحقة بتعبيرهم على الأراضي الروسية هناك انتقادات ربما بدأت العملية في وقت غير مناسب وفي مكان غير مناسب لكن الاستباقية أفضل من التأخير في مثل هذه الأحوال هناك أصوات كثيرة ونقشنا هذه المسألة وعملياتهم النفسية التي أجرتها بريطانيا وكيفية إجراء هذه العملية عن طريق تسجيل أرقام السيارات وأسماء المواطنين الذين انتقلوا من مكان إلى آخر وعبروا الحدود في مكان فلان في وقت السابق أعتبرنا الحرب الباردة منتاهية ونحن سنعيش في عالم جديد وفي الظروف الجديدة المنشأة على القانون الدولي دولي واحترام حقوق الإنسان وفجأة وجهنا ظروف جديدة وهذه ظروف والأوضاع الجديدة لم تنشأ من تلقى نفسها من الواضح اليوم أن هذا الصدام أصبح لابد منه ولا مفر منه وإذا تأخرنا في السباق العملية ربما كانت التداعيات أسوأ بكثير اليوم نقشنا أيضا مسألة استبدال الصادرات والانتقال إلى أسس التعاون الجديدة وعلينا أن ننظر إلى يوم الغد وندعو استراتيجية اقتصادية جديدة لبناء الدولة المتحدة يقول أن العالم لن يكون مثل ما كان سابقا إذا اعتبروا المستقبل مستقبل مريح أعتقد يجب عليهم أن ينسوا في مثل هذه التخيلات كان سياسي كبير في أوروبا في منتصف القرن الماضي وحاول إقامة النظام الخاص به ونعرف جيدا بما انتهت هذه العملية ومحاولاته وفي واشنطن يجب أن لا ينسوا ذلك أجدادنا انتصروا في الحرب العالمية وسننتصر في المستقبل وأشكركم على الانتباه شكرا نطلب من الرئيسين الإجابة على سؤالين على أربعة أسئل من كل الطرفين بس سؤالين تفضلوا قناة يونتي السيد أناتولي طبا نهاركم سؤالي لفخامة الرئيس بوتين لقد تحدثتم بأنه هذا يحمل رمز كبير بأن اللقاء مع فخامة الرئيس لوكاشنكا في مطار وستوشني وأن هذا المشروع يعتبر عالمي وسأبدأ سؤالي من أن الرئيس لوكاشنكا هو رئيس الوحيد من الدول الأجنبية التي زار هذا المكان فهل هذا يعتبر رمزا بالنسبة لروسيا ولبلاروس ولكن نحن نواجه الكثير وخاصة روسيا بأن هناك معلومات بأن بلاروس هي الشقيق الأصغر لروسيا فعلى دول الأحداث الأخيرة أود أن أسألكم بشكل شخصي إلى أي مدى تعتبر بلاروس دولة غالية عليكم أود أن أركز هنا على الكلمة الثانية وليس على الصغير وإنما على الأخ فنحن دائما كنا أخوة وخاصة الأشهر الأخيرة لم تغير أي شيء ولا وجود لأي شكوك إن حدا قدم لنا دعما ومد يده لنا فهو بلاروس فإن تاريخنا على مدى عقود يظهر بأنه لا حدود بين روسيا وبلاروس فأين تنتهي بلاروس وأين تبدأ روسيا فكل هذه المسائل تؤكد على وحدة الشعوب وخاصة الشعوب الروسية والبيلاروسية والأوكرانية إنما جرى في أوكرانيا اليوم هو بسبب أنهم لم يتركوا لنا أي خيار آخر وكانت المسألة هي مسألة وقت لا أكثر وفيما يخص بلاروس فقد عبرت عن موقفي فوجود فخامة الرئيس ألكساندر لوكاشينكا هو ليس فجأة وليس صدفة أولا هذا يؤكد مستوى علاقاتنا ومن الناحية الثانية إذا أخذنا البرغماتية التي يتحل بها ألكساندر لوكاشينكا وخاصة بدعمه لإنشاء مثل هذه المشاريع الضخمة مثل المطار الفضائي وإن القانون المشترك لمنع الشركات الأجنبية والشخصيات المعتبرة والطبيعية كان غير مفروض أو تحرم من العمل في هذه المشاريع ولكن الآن تم تغيير هذا القانون ويمكن لهذه الشركات وخاصة الشركات البليورسية أن تشارك في هذه المشاريع إضافة إلى ذلك فيمكن كذلك مشاركة ليس فقط المعماريين وإنما كذلك التقنيين والخبراء البلاروس فهذا ليس مجرد مشاركة المعماريين البلاروس في بناء مبنى المطار الفضائي وإنما أيضا التقنيين والخبراء في صناعة المحطة وكذلك المركبات الفضائية فإن الخبراء البلاروس قد حافظوا على تلك المؤهلات التي كانت موجودة لديهم والآن يتم العمل على إحدى أحد الأقمار الصناعية المشترك الذي يتم العمل عليه والتجميع النهائي لهذا القمر الصناعي سيتم على أراضي بلاروسيا وبالتالي فنحن نطور هذا المجال الذي ورثناه عن الالتحاد السوفيتي ونعمل عليه وأؤكد مرة أخرى بأن هذه الزيارة هي زيارة رمزية وتؤكد كذلك تقاربنا بين البلدين أعتبر السؤال من صحفي كان موجه بملاحظة إذن مشاهدين هذا جانب من المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره أيضا الرئيس البلاروسي تحدث بوتين لن تنجح محاولات عزل وفك روسيا عن بلاروسيا وسنعزز قدراتنا ولن تكون روسيا وبيلاروسيا معزولتين وأيضا تحدث عن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 40 مليار دولار وأيضا ذكر الرئيس الروسي نسعى للتكامل المصرفي والمالي بين موسكو ومنسك طبعا ذلك في مواجهة للعقوبات التي فرضت على روسيا رئيس بلاروسيا تحدث بشكره للرئيس الروسي وأيضا أن أزمة العلاقات مع الغرب تحدث وقال بنا غير مسبوقة أعلنت سلطات الطيران المدني العراقي تعليق حركة الطيران في مطاري بغداد والنجف لفترة مؤقتة بسبب سوء الأحوال الجوية وذكر إعلام مطار النجف أن الرحلات والملاحة الجوية توقفت لحين انتهاء العاصفة الترابية لأن مجال الرؤية بلغ أقل من 500 متر ويشهد العراق منذ يومين طقصا سيئا مع غبار كثيف في مناطق متعددة منها العاصمة بغداد قتل شقيقها جراء انفجار لغم لكن ذلك دفع العراقية أسماء خليل للعمل في إزالة مخلفات الحروب في كسر للخوف والتقاليد نتابع أول مرة تخوف منه عمل ألغام وعبوات هذا الشيء بس الاسم ما لنته يخوف بس من دخل الدورة وبالتدريب وأول شهر اشتغلت ثاني شهر من صارت عندي خبرة وصارت عندي معرفة بالعمل ماتي صارت الشغلة أسهل ماتي 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 بس أقول صعوبات ثانية تواجهني ولي حد الآن يعني هم صعوبات أنه مجتمعنا يعني مدى يتقبل أنه مرة فكرة مرة بمجال تقريبا عسكري إحنا مجالنا تقريبا شبه عسكري كامل بالضبط يعني قبل سنة نقول ما كان نقدر نزرع وهي السنة صارت الماضي بيعوات وقلنا نزرع نجي لزرعنا نجي ونروح طريقنا أمان يعني أخي استشهد بلعب والناسي فهي ضابط الجيش العراق فهي طبعا هذا الشغلة الشرون يعني هذا يكون تحدي إيه يعني لليوم الرابع على التوالي تجددت المواجهات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في الضفة الغربية وحشد الجيش الإسرائيلي المزيد من قواته إلى جنين التي ينحدر منها الفلسطينيين الذين نفذوا مؤخرا هجمات وأفادت الشرطة الإسرائيلية بقتل فلسطيني بعد أن طعن ضابط شرطة بسكين في ورشة بناء بمدينة عسقلان جنوب إسرائيل وقالت الشرطة إن الضابط كان يتحقق من هوية مشتبه به لكنه أخرج سكينا وهاجم الضابط الذي رد فاتحا النار عليه وزير ودفاع الإسرائيلي بني جانس قال إن الجيش الإسرائيلي جاهز للتصعيد على جميع الساحات بما في ذلك قطاع غزة ولبنان لكن جانس دعا سلطة الفلسطينية للعمل ضد مسؤولين فيها قال إنهم يحرضون على التصعيد على صعيد متصل سجلت قفزة حادة في عدد الاعتقالات التي تنفذها قوات إسرائيلية في الضفة الغربية إذ اعتقل أكثر من 1100 فلسطيني لدوافع أمنية منذ بداية العام فقط مقابل اعتقال أكثر من 2200 فلسطيني في جميع أنحاء الضفة الغربية على مدار العام الماضي كاملا أخاف جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة الشباك هدية صينية خفيفة اعتبرها الجهاز مريبة فقد أجرى فحصا لكؤوس لحفظ الماء الساخل للاشتباه بكونه يحوي تقنيات للتجسس وقالت مصادر أمنية إسرائيلية أنه جرى تشديد التعليمات المتعلقة بقبول هدايا من جهات أجنبية في الوزارات المختلفة ولكن بعد الفحص تبين أن الكؤوس لا تحتوي على أجهزة تجسس شخصيات سياسية جمعها السفير السعودي في بيروت على مائدة إفطار كان أبرزها رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي ورئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام كما حضرت شخصيات حزبية بينها رئيس الحزب الاشتراكي وليجون بلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع ورئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي جميل بالإضافة إلى شخصيات دبلوماسية أبرزها السفيرة الأمريكية دورثي شيا والسفيرة الفرنسية آنغريو المملكة دائما فطالما أكدت اهتمامها وحرصها باستقرار لبنان ووحدة لبنان الوطنية وأيضا الحفاظ على الانتماء العربي للبنان لم يكن هناك قطع للعلاقات كان هناك استدعاء للتشاور والاستدعاء هو إجراء يعبر عن قد يكون رفض بعض السياسات المسيئة للدول أو للتشاور بهدف استمزاج آراء لم أشعر يوما أن المملكة العربية السعودية أطلقت أبوابها أمامي أو أمام عيدنا فنحن وفنحن ومعلن تماما أن المملكة المملكة العربية السعودية ومحاطية بكل رعاية وكل إجراءة المتباقية وأنا بإذن الله سأقول كذلك على المملكة العربية السعودية خليمة جدا وأزعردت قريب خلال شهر الآن هناك أوقات أفضل بالنسبة للبنان الذي شاهد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كما نتابع عودة السفير السعودي وعدد من زملائه وبالنسبة لي أقول إن ما حدث يشير إلى أن هناك أمن في الأفق بالنسبة للبنان ونحن نريد أن نكون جزءا من الحل ونساعد في إيجاد حل مستدام إلى اللقاء